بنية الحركات التكفيرية قائمة على تكفير عموم المجتمعات الإسلامية حينما أسقط التكفير على عموم الأمة الإسلامية هو الذي بدأ بالاعتداء الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يعتدى عليه من قبل العثمانيين أو من قبل القبائل والمناطق التي تجاوره وإنما هو بدأ بإسقاط التكفير عليه إذا ما رجعنا إلى المستضعفين الذين يدافعون عن وجودهم هؤلاء لم يكفروا أحدا لم ينطلقوا من مسألة التكفير بقدر منطلقوا من مسألة معتدى ومعتدى عليه وهذا الاعتداء حينما يعتدى عليه من حقه الطبيعي الفطري أن يدافع عن كيانه وعن وجوده الحركات التكفيرية بنيتها خالفت المنهج العلهي والمنهج الفطري بينما الحركات التي تدافع بنيتها وتأسيسها قائم على منهج فطري ومنهج إلهي أما من حيث المنهج والإسلوب فبعد أن انطلقوا من قاعدة تكفير عموم المجتمعات أيضا حكموا بإباحة الدماء حينما حكموا بإباحة الدماء أخذوا يستقون المنهجية التي اتبعوها مع المخالفين سواء ببقر البطون بقطع الرؤوس بالحرق بالسوم بالاغتيال بمختلف الأنواع وهذه مارسها الأمويون ثم جاء من جاء من بعدهم وإن حاولوا إلصاقها بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لكن لم يصح شيء من التاريخ فهم يستقون من التاريخ الأموي أما من حيث الأهداف والمقاصد هم يريدون إقامة دولتهم وفق رؤيتهم لا وفق رؤية الله سبحانه وتعالى وإلى القرآن الكريم حينما قال وقاتلوا في سبيل الله من عجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وقيدها ولا تعتدوا أما هؤلاء لم يلتزموا لا في سبيل الله وإنما في سبيل مصالحهم بينما هذا الإنسان المستضعف المقاوم يريد تحقيق الهدف الإلهي ونريد وأن نمنى على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أهم ونجعلهم وارثين يريد رد العدوان وإقامة العدل في حقه لا أقل أن ينصر ترجمة نانسي قنقر